سلام الله عليكم مشاهدنا في قهوة جرنان الرجوع إلى الوراء وتأمل الأحداث يتيح لنا العديد من الفرص لرؤية نقاط الظل والمبهامات التي لم تكن متاحة في وقتها بسبب تدافع الأحداث أو تداخلها المتأمل اليوم في فترة العشرية السوداء وبدايتها برصانة وتبصر يجد الكثير من المفارقات والتناقضات كان يستطيع طفل عمره ثمانية سنوات أن يخطب في جمع قوامه بالآلاف استطاع الجزائري أن يقتل أخاه الجزائري حدث كل هذا باسم فكر باسم عقيدة وباسم إيديولوجية ومثلما يمكن أن نقول أن فترة العشرية كان فيها فشل سياسي أو فشل اقتصادي نستطيع أن نقول أيضا أن العشرية كان فيها فشل عقائدي ومنهج ذريع وكبير نتسأل اليوم في قهوة جرنان عن المناهج الدينية والعقائدية هل تغيرت كل المفاهيم الخاطئة والمغلوطة التي نظرت بطريقة أو بأخرى أو تسببت في عشرية سوداء ولو أن المسئولية متشاركة بين العديد من الفئات هل توجد اليوم وحدة منهج في الجزائر تؤلف بين الجزائريين فتجعل منهم نسيجا متجانسا وهل توجد اليوم مناهج إقصائية حادة وعنيفة تلغي الآخر ولا تعترف به عنوان حلقتنا اليوم المناهج الدينية ومفهوم الدولة بين التكامل والتصدم وضيفي الأستاذ الإمام الأستاذ وعضو جمعية العلماء المسلمين أستاذ يحيا صاري صباح الخير أستاذ يحيا وشكرا جزيلا لقبولك دعوتنا أستاذ يحيا قبل الموضوع هناك حدث أنا يجب أن أخذ رأيك فيه هو ما حدث في بلجيكا ما حدث في بروكسل كل مرة تكون هناك تفجيرات أنت تعرف هذا الشيء جيدا يكون دائما الإسلام في الصورة هذه المرة هذه الأحداث أستاذ يحيا صاري انتقلت إلى قلب عاصمة الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل أستاذ يحيا كيف تشوف الأمر هذا مع أنت الإرهاب الآن انتقل إلى قلب أوروبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه رضي الله صلى الله عليه وسلم القضية هذه تحاول أوروبا ما يقع فيها من التفجيرات في نظري أنها قضية داخلية تهم أوروبا نفسها ليست مشكلتنا نحن لأن هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات هم شباب من الجيل الثالث هم أوروبيون يحملون الجنس الأوروبية يحملون التربية الأوروبية هم يعيشون في باريس يعيشون في بروكسل يعيشون في أستراليا يعيشون في أمريكا فأوروبا هي التي نطالبها أن تبحث عن حل لمشكلتها وأريد أن أذكر وأذكر بالتاريخ السابق يوم كانت إدارة التوحش بهذه العبارة كانت تكتب والدعوة إلى التوحش في التسعينات في سنة 95 يكتب أحد منظري الإرهاب أحد منظري العنف المتوحش إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان يكتب في نشرية الأنصار في بريطانيا صحيح كانت تنظم بريطانيا في 95 يكتب مقالا يدعو فيه إلى إدارة التوحش بهذه العبارة بهذه الكلمة بل كتب أكثر من تسعين مقال وكانت هذه المقالات تنشر في الأنترنات في ذلك الوقت ولها مواقعها وكانت يعني يعني هذه المقالات كانت غذت غذت ما حدث سلعة معروضة للجميع كانت في أوروبا سلعة معروضة بل كانت تحت أنظار هذه الدول الأوروبية بل كانت تحت حمايتها نحن لا نريد أن نذكر الأشياء كثيرة طلعنا عليها من خلال وثائق طلعنا عليها من خلال كتابات والمفارقة سمحني أستاذ يحيصاري أنه التاريخ يعيد نفسه تقريبا بعدها في 92 نحن كان عندنا تفجير مطار هواري بومدين الفاجعة الكبيرة لألمة بالجزائرين كانت ظاهرة التفجيرات يعني ما نعرفوهاش إطلاقا في الجزائر دائما يعني الأمور يتكرر نفسها الإرهاب هو نفسه الإرهاب ليضرب الجزائر ليضرب أوروبا ليضرب كينيا ليضرب المزنبيق هو نفس الإرهاب لكن دائما ما كاش من شوفوش المعالجة حتى نخرج من هذا الموضوع أستاذ يحيصاري ما زال ملقيناش المعالجة الحقيقية خاصة في هذه الدول ما زال الإرهاب يربط بالإسلام يربط بالدين ولا يمكن يعني المعالجة لهذه الظواهر العنف بشكل عام إنما تعالج بشكل خصوصي يعني كل منطقة كل منطقة كل بيئة لها خصوصياتها لها خصوصياتها ولها يعني وسائلها لعلاج هذا المنحة تطرف أوروبا الآن من المفارقات العجيبة أن مغني في فرقة مغنية يعني في أطراف يعني الشباب كان متطرف في الفساد متطرف في المخدرات متطرف في كل شيء ينتقل من هذا التطرف إلى التفجير نحن نتابع من هؤلاء الشباب ألف أكتر من ألفين شاب فرنسي يعني الآن هو في منظومة التطرف مئات من الأمريكيين في منظومة التطرف مئات من البرجيكيين في منظومة التطرف مئات من الأستراليين في منظومة التطرف إذن أوروبا الآن مطالبة أن تجد لها حلا أما نحن نحن وجدنا الحل وتجاوزنا المرحلة بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله وجدنا المرحلة تجاوزنا المرحلة ونحن كانت مشكلتنا مشكلتنا جزائرية جزائرية بفضل الله عز وجل حتى الجزائري الذي سلك هذا المنح كانت مشكلته مع جزائري بخلاف ما يقع الآن مثلا في الشام يقع في العراق من المشكلة لم تعد سوريا سوريا ولهذا يصعب حلها الآن دخلت كثير من الأطراف دخلت من الدغستان ومن الشيشان ومن أستراليا ومن أمريكا ومن كذا نحن على الأقل كنا عندنا مشكلة استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن تكون مشكلتنا بيننا أنا سمعت في التسعينيات من فقد أبنائه وفقد بناته وفقد زوجته وكان يقول وانا سمعت هذا يقول أنا مستعد أن أسامح من قتل ابني من أجل يتوقف الدم وأريد أن أقول أننا نحن في الجزائر ضربنا مثلا لم يقع في التاريخ في التسامح وفي تجاوز المأساة وفي لم يحدث انتقامات في الجزائر لم يحدث صحيح صحيح لا بد للمسلمين لا بد لإخواننا في سوريا في العراق في جميع الدول في ليبيا في ليبيا أن يأخذ هذا النموذج الجزائري في التسامح نحن أنا يعني عندنا في أسرتنا في عيلتنا في جيراننا من كان يقول أنا أسامح من قتل ابني من أجل أن توقف الدم فإذا توقف الدم أنا مسامح أنا مسامح أنا أقول لك أستاذ الكريم تفضل نأتي بالأحياء التي كانت ساخنة كما يقال هل وقع في انتقامات؟ لم يقع في انتقامات؟ هل وقع انتقام من شخص قتل ابنه ولا اختطفت ابنته من شخص آخر نزل من الجبال ورح قتله لدبحه ولانتقام لم يحدث هذا صحيح المشروع كان ناجح أما ما حدث من بعض الاغتيالات في بعض الجهة هذه لها لا تدخل في باب الانتقامات هذه يا أستاذ يحيانا وفقك فيها الرأي وهذه تقريبا هناك إجماع على أنه لما تكون حرب أهلية يكون مداها طويل الحمد لله في الجزائر في 10 سنوات استطعنا والحمد لله لم شملنا والأمور هات الحمد لله وأوروبا الآن شوفوا شو يحدث فيها أنا أستاذ يحيانا حبيت اليوم في هذا الموضوع لأنه ذكرنا هذه الهجمات للأسف نحن عدنا ذاكرة ما لازمش كنا قصيرة ذكرنا أيضا هجمات اللي كانت على مطار هواري بوميديان أستاذ يحيانا سؤالي تالي اليوم لما نتساءل بصراحة أنه في فترة العشرية السوداء واللي جوزناها والحمد لله كانت هناك أخطاء أنا قلت في المقدمة أنه كان هناك فشل اقتصادي كان هناك فشل سياسي هذه أمور ما نجمش نكرها ومنحملوش المسؤولية لجهة معينة لكن هناك أيضا كان فشل في جانب المنهج فشل في جانب العقيدة لأنه الجزائري استطاع أن يقتل الجزائري باسم الدين كنا نسمع عليها نحيا وعليها نموت لا إله الله وكان فيه قتل أستاذ يحيانا اليوم يقولوا أنه تجاوزنا هذا المرحلة أقصد في جانب الفكري الجزائري اليوم ولا يعرف مليح دينه يعرف باللي القتل إطلاقا ما هو شم الدين الجزائري وجزائري خوك يعني كاين هذا المفهوم اليوم تحسنت الأمور من الجانب الفكري نعم الحمد لله يعني لا بد أن تكون رؤيتنا للواقع ليست رؤية مظلمة ليست رؤية إحباط ولا رؤية يأس نحن عشنا في مرحلة التسعينات وانا شخصيا ربما في تلك المرحلة على مستوى الشخصي ربما كنت في مرحلة من اليأس حقيقة وكنا نظن بأن الأبواب مغلقة وأن هناك سدود وموانع لا تعود ترجع الجزائر إلى شاطئ الأمان وشاطئ التسامح وشاطئ الترابط الاجتماعي ولكن الحمد لله جاوزنا هذه المرحلة نحن لا نقول أن التطرف وأن الغلو هذا يقضى عليه في التاريخ لا يمكن هذا موجود التطرف سواء باسم الدين ولا باسم الجريمة ولا باسم السياسة ولا باسم الاقتصاد ولا باسم العلمانة ولا باسم أي نوع من أنواع التطرف لا يقضى عليه نحن عندما نفتح أبواب التاريخ نجد أن التطرف والغلو باسم الدين ووكب لكل تاريخ نحن نعلم أن قامت الدول هنا في الشمال الأفريقية قامت الدول أحرقت كتب الفروع دولة موحدية قامت بإحرق كتب الفروع كلها وقالت للناس عليكم أن ترجعوا للكتاب والسنة وبشرة وقامت واصدارت تعليمات لآئمة المساجد والخطبات أنا أقصد أستاذ يحيا سمحني في النقطة هذه أقصد أنت قلت لتجوزنا المرحلة الحمد لله تجوزنا المرحلة لكن أنا أقصد من جانب الفكري المنهجي أستاذ يحيا لا ننكر أنه أخطأنا في فهم الدين في فترة لا نحمل مسؤولية جهة معها لكن كان هناك فهم خاطئ واستطعنا أنه الجزائري قتل خوه الجزائري باسم الدين أستاذ يحيا اليوم لما نقوله تجوزنا المرحلة وتجوزناها على مستوى الفكر على مستوى العقيدة اليوم أنت إمام أستاذ صاري كان اليوم الفهم الصحيح للدين هو لا يمكن أن نقوله لابد أن يكون الفهم الصحيح لا نتكلم لك في الأمور الكبيرة العقائدية اللي يتعلق بالعقيدة اللي يتعلق بالفهم الصحيح للدين حتى يتم هذا الفهم لابد أن تكون هناك مشاريع وبرامج متكاملة بين المسجد بين الوزارات بين الإعلام بين جميع المجتمع يتعاون في توصيل هذا الفهم الصحيح لا نتكلم لك حلينا في موضوعنا نعم بمفهوم الدولة نتكلم لك على علاقة هذا المناهج الدينية بمفهوم الدولة لأنه في تلك الفترة لما حبوا يضربوا الدولة لأن هذه المخابر اللي يتخطط رحوا لمفهوم الدولة أستاذ صاري لو تلاحظوا معايا جيدا كانوا هناك الكثير من الألفاظ يكفروا الشرطي يكفروا الدركي يكفروا أفراد الجيش معنتها هناك أيضا مخطط أنك تضرب مؤسسات بلدك ويجعل القطيع منهج ديني يجعل القطيع مع مؤسسات بلدك اليوم تجاوزنا هذا الفكر أستاذ يحيى نعم يا أخ الكريم لا بد أن نتلمس الواقع نحن نعيش في مساجدنا والمساجد هي كل شرائح المجتمع تدخل للمساجد ونحن نسمع الخطاب المسجدي ونحن نعيش حتى مع الناس الذين كانوا يحملون أمثال هؤلاء هذا المنح المتطرف فنسمع دائما أن هناك عودة إلى تصحيح المسار هناك مراجعات كبيرة ونقلة كبيرة في التفكير في الماضي وهناك تراجعات كبيرة جدا وجدت في بلادنا ونحن نسمع في وسائل الإعلام ممن كان ينحوذ المنحة ولكن يسلك الآن مسلك التسامح مسلك النظر إلى الخطأ السابق تصحيح كثير من المفاهيم الآن يا أخي الكريم حصل في المجتمع الجزاري كثير من الحوار نحن نجد أن نشجعوا الحوار حصل كثير من الاندماج كان هناك انكفاء داتي انكفاء حول الفكرة الآن ما أصبح عندنا هذا الانكفاء حول الفكرة أصبحنا نلتقي مع البعض ونناقش بعضنا البعض وأصبح هناك مقالات هناك جرائد هناك وسائل إعلام أصبح هناك كما نقول تقارب تكامل تكامل التي تصحيح الأفكار السابقة أنا لما أستمع لك وتستمع مني ويحصل هذا الجو تحوار الفكري والجو تحوار الفكري هنا أجد نفسي أتراجع لكن مات لا أتراجع عندما أنكفي على ذاتي وأعيش داخل قوقعة وعالمين افتراضيين كما يعيش في المريخ واللي يعيش في جزيرة من الجزر هنا المنطلق تعتطرف بكل أشكاله كان دينياً أم غيره طيب أستاذ صاري نأخذ فاصل فقط ثم نعود مشاهدين أبقى معنا نعود بعد هذا الفاصل عودة مجدداً مشاهدين من اتحق بنا اللحظة نذكر بعنوان حلقتنا اليوم المناهج الدينية ومفهوم الدولة بين التكامل والتصادم وضيف الإمام الأستاذ وعضو جمعية علماء المسلمين الأستاذ يحيى صاري أستاذ صاري أنا دائماً نحب نكون صاريح معك يسمحوننا الأئمة فقط في هذه النقطة ونقولها لك بصراحة نحن جزائريين كل الجزائريين يعرفوا هذا الشي ونروحوا للمساجد في حياتنا قاو نسمعوا اللهم نصر إخواننا في الشيشان اللهم نصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين الإمام الجزائري يا أستاذ صاري ما سمعناش مرة يدعي اللهم نصر جيشنا الوطني الشعبي اللهم نحفظ شرطتنا اللهم نحفظ دركنا هذا هو سؤال يا أستاذ يحيى المناهج الدينية ومفهوم الدولة معناها معلاش بقات وكأنه هذه المؤسسات بعيدة عن الإمامة بعيدة عن الخطب ما كاش هذا التداخل التكامل الصحيح هي يا أخي الكريم هذه ليست لها علاقة ببعد ديني هذه لها علاقة بطبيعة تفكير الجزائري ما عندهش علاقة بكون دين أو عقيدة تمنى هذا الشيء نعم ما عندهش علاقة بدوافع دينية أصلا ما عندهش علاقة لابد أنك نبحتوا على الظاهرة نبحتوا عن جذورها أي ظاهرة وجدت البحث فيها إذا كان بحث باستقلالية وبتجرد وتمحوظ لابد البحث عن جذورها نحن الجزائريين منذ يعني السبعينات منذ الثمانينات كنا نعيش هذه الظاهرة وما كانش عندها خلفية دينية ما كانش عندها خلفية دواهية أنا أعطيك مثال كان ربما الإنسان لو كان يرفع العالم العالم يقول له أنت أفلا مثال العالم الجزائري وكان مثلا يتكلم على التاريخ التاريخ تاريخ الثورة نحكي لك أنا أنا هداس عشناه تاريخ الثورة وتقول كلمة الشهداء وعميروس ويمكن ينظر لك أنك أنك عندك استفاف محدد إذن هذه المشكلة جعلت هذا الانفكاك داخل الدولة الواحدة بحيث كل واحد يعيش مساحة محددة هو يتكلم عنها والآخر يتكلم عنها مازالنا نشوف هذه الأشياء نعم مازالنا نجودها بصراحة أستاذ يحيا نحن نتكلمه بصراحة مازال عدنا نقص لما نتكلمه على مؤسسات البلد خاصة في المنابر الدينية نعم الإمام لو كان يطلع في المنبر يدعي للجيش ولا يدعي للدرك ويمعوش كل الأئمة لكن كان هذه الحالات يحس وكأنه رو مصطف وكأنه معنتها علاش ما كاش هذا التكامل علاش ما كاش هذا المفهوم كمنهج ديني يمنع هذا الشيء لا ليس هناك لا يوجد منهج ديني أنا قلت لك أنا ما نرجحهش إلى خلفية دينية ما نرجحه إلى خلفية خلفية تاريخية تاريخية خلفية صحيح جزاري في وقت اشتراكية كان يقطعوا الكيران يطلع في الجارة يقطعها ومصراحة وهذا ما نتعلقها في ديننا نحن عشنا كنا نشوف التيار مثلا اليساري في الجزائر كانت عنده كذلك مواقف متشنيجة وكانت التيار الإسلامي عنده مواقف متشنيجة ما كانش يردد كثير من المصطلحات لمصطلح الجيش مصطلح العلم مصطلح الشهداء مصطلح الطورة كثير كان طابوهات يعني باش نكونوا صراحة كما تفضلت صحيح واحد ما يبرأ نفسه لماذا بسه هي عقلية جزائرية باش نقول لك يا عقلية جزائرية لازم نقوله نعم وكأنه ضربونا الصاميم هذا صاميم الدولة ونقولش عقلية جزائرية خاطئة لكن أنا نقول لك بصراحان الآن الحمد لله هذه الظواهر ماش كما كانت في السابق مكانش هذا نقصت قليقة نقصت كثيرا ونحن لابد نوجه رسالة الآن يعني ما ندخلوش فقط في التشخيص في التشخيص للداء وللواقع الرسالة اللي هي نوجهها كإمام أنا إمام مسجد أنه الإمام ولا كل يعني والشرطي ولا العسكري ولا الصحفي ولا الأستاذ في الجامعة ولا هذا كل متكامل يكون بينهم التعاون يكون بنتهم يعني الخدمة التوابت التي نختلف فيها قد نختلف في أشياء ولكن نجتمع في أشياء أنا والدي رحمه الله وهو رجل مناظل في الحركة الوطنية وكان يقول لنا ورغم أنه كان عنده مواقف محددة توجه النظام هذا الوقت في السبعينات والاختراكي ونحو ذلك لكن كان يقولنا أنه حين الصغار يقول لنا اختلفوا مع النظام لكن لا تختلفوا مع الدولة يقولنا لا تحطموا الجيش لا تكسروا الذي يحمي البيضة البلد يحمي حدوده هكذا أنا والدي وانا صغير وهو كان عنده مواقف سياسية محددة مؤينة سمحني فقط سمحني أستاذ يحيا وقاطعك فقط كل فكر نزم له منظرين حتى ولو عدنا خطأ باش نصلح هذا الخطأ لازم هناك منظرين إذا كان الأئمة في المنابر لأنا دائما أقول الأئمة وأؤكد أنه ليس أقول الأئمة ربما واحد أو اثنان أو حالش هذا لكن معليش خلينا تناولوا الظاهرة بتجرد الأئمة في المساجد في المنابر يا أستاذ يحيا قلت لك نسمعوهم يقولوا اللهم نصر إخواننا في الشيشان نصر إخواننا في فلسطين وفي غزة ويدعو حتى في بورمة يصل وحتى البورمة ما يقدرش يدعي للجيش الوطني الشعبي بصراحة ما ينجمشي لشرطه لداركه لرئيس بلده هذا المفاهيم أستاذ يحيا أقصد كيفاش حتى وثلاث موجودة بعيدا عن الشيء التاريخي أنا قلت لك يا أخي ما عندهاش علاقة بالجانب الديني بالجانب الديني أنا في نظري لا أقصد كاين إما اليوم هو من يسل هذا الفكر كاين منهج فكري هو اللي ضد هذا الأمور لا يوجد بوعد ديني ولا خلفية دينية سمحني البعض يقول أنه هناك تيار سلفي هكذا يقولون تيار سلفي متطرف هو اللي عنده هذا التنافر والتباعد على مؤسسات البلد مؤسسة الدولة هذا الأمر صحيح أو غير صحيح أنا نرى أن أقول كظاهرة ليست لها علاقة بخلفية دينية أما أن يأتي ويلبسها لأبوس ديني هذا ليس هو الأصل ما هو الأصل هو نظرته كما يقتل خوه باسم الدين وكما يقتل خوه باسم الجريمة ويقتل باسم الجريمة ولا باسم الانتقام ولا باسم الدموية فقط هكذا فهذا هو كين دواهر دواهر موجودة وليس من اللازم أن كل ظاهرة سيئة تكون لها خلفية دينية في فترة ما أستاذ يحيي توفقني الرأي للإمام لمثلا يدعي البلاد وبالخير يقول عليه إمام تاعد الدولة ما يصلوش نعم هذا موجود يا أخي الكريم أنا موجود الإمام تاحمه شوف نريد أن أقول لك أنا عندي 30 سنة في الإمامة تفضل 30 سنة في الإمامة الله يباري بدأت الإمام في 82 يعني كان مجرد مجرد ما الإمام يكون عنده ترصيم من الدولة هذا يكفي باش الناس تنفر منه وليستمعون له يكفي هذا لأنه غلطوهم كانت الفكر سلبي لأنه أنا أقول لك ليس لها خلفية دينية يا أخي الكريم كانت هناك شبه مفاصلة ومفاصمة بين ما بين الدولة وبين الشعب كان الشعبي البسيط ما عنده لا سلفية ولا شيء من هذا ولا شيء الشعبي البسيط الأمي لما يفهم شدك الوقت ما كان في السبعينات والبيدات التمانينات ما كانش هذا الدواير ما كانش هذا الإنقسامات الجماعات وكذا لم يكن كان الجزائري البسيط كان عنده عقلية البيلك عقلية البيلك هي عقلية ما ندعيش للجيش ما ندعيش الشرطة ما كذا ما هذه نفسها نفسها تطورت فقط بعد واخد منحة خلفية دينية على أساس تكفيري على أساس بعد واخدها خلفية حزبية بعد واخدها خلفية سياسية لكن المنهج العام هو البيلك صحيح لأنه في سيرورة الأفكار المؤرخ الأفكار أي واحد يؤرخ الأفكار لازم لا يؤرخ الفكرة بمجرد حيثيتها الواقعة نجد أن يعود الأشياء التاريخية كيف تصحيح اليوم؟ كيف تصحيح لهذا المفاهيم؟ لأيما اليوم تلعب دور أنه تصحح هذا المفاهيم الدولة دولتنا والمؤسسات مؤسساتنا كيف تصحيح اليوم؟ نعم يوجد الحمد لله يعني الآن أنا أقول لك عموم الشعب الجزائري يعني لا ينفر لا ينفر من مثل هذا التكامل بين المسجد وبين مؤسسات الدولة بين الدعوة إلى المحافظة على مؤسسات الدولة بكل مؤسساتها كانت جيشاً كانت شرطة كانت مؤسسة تقافية مؤسسة إعلامية لا يوجد عند الكثير من الشعب الجزائري مثل هذه النظرة التي كانت قبل سنوات قليلة بل كانت من طابوهات يعني كانت طابوهات لا يمكن تجاوزه كانت خطوط حمرة يعني الآن الآن نعيش نوعاً من الوعي نعيش من الوعي لازم تكون لدينا نظرة كذلك نظرة يعني قريبة للواقعة الاجتماعي صحيح نوع من الوعي طيب أستاذ يحيا في مسألة جمعة الدعاء للجيش الوطني الشعبي اللي كانت أقرأتها وزارة شؤون دينية رأيك في الفكرة أستاذ يحيا نعم لا بد نحن الإمام هو جزء من المجتمع والمسجد هو مؤسسة من المؤسسات الدولة ما نكون هو مسجد لكن مؤسسة الدولة لا تشريف عليه أكيد صحي نعم ومؤسسة مؤسسة الدولة ولا بد نحن أهل العلم والدعوة والخطابة أن نؤسسة لهذا التكامل داخل المجتمع وعدم التنافر وأن المحافظة على مؤسسات الدولة وهي مكاسب لي أنا مكاسب ليك أنت مكاسب لي الجميع هي مكاسب ونفرق بين المحافظة على المكاسب المحافظة على المكاسب وبين الاختلاف لأن المؤسسة هي مؤسسة أما التوجهات ولا نعم مختلف مع الزيد ولا معمر ولا السياسة الفلانية هذا مربع وحد آخر هذا مربع آخر هذا لا يشكل خطرا على الائتلاف ولا يشكل ولا ينسف التكامل وضرورة ووجوب المحافظة على كل مؤسسات الدولة لأنها مكاسب نحن نجيبه على سبيل المثال نجيبه كين مؤسسات نشأت في العهد الاستعماري ولا تزال اليوم الكشافة الجزائر الإسلامي نشأت فيها استعماري وهي مؤسسة فهل أنا يجيهم نقول هذه مؤسسة يعني قد يقول بعض الناس فيها وفيها وفيها لكن مؤسسة مثلا جميع العلماء المسلمين تأسس فيها استعماري وهي مؤسسة وما بالك بالمؤسسات لنشأت للمحافظة على الوجود الجزائري بعد الاستقلال ومعروف أن كل هذه المؤسسات نشأت في ظروف صعبة جدا 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 وأثبتت وجودها إذن نحن الجزائري لازم يفهم بين يفرق بين المؤسسة هذه المؤسسة هذه يجب أن نحافظ عليها حيثما كانت مؤسسة الجيش الشرطة الإعلام التربية التقافة هذه المؤسسات يجب أن نحافظ عليها بالكل جزائري مسؤول على المحافظة عليها وبين نقاط الاختلاف والإعادية من صلب الحياة والاشتباكات الفكرية صحيح أستاذ إحيا صاري شكرا جزيلا لك على حضورنا شرفنا حضورك أستاذ ساري ربي يحفظك إن شاء الله مشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم من قهوة وعجرنا شكر موصول لكل متابعين قناعة مننا إن شاء الله أنه اليوم أفضل من الأمس ولهات أفضل إن شاء الله في الجزائر ودايما دعو ربي علي رجل لدنا محمد عصبان يحييكم السلام عليكم